وينضم إلينا من بيروت علي أحمد الباحث في الاتصال السياسي سيد علي مرحبا بك في أي سياق يمكن وضع هذه العملية المركبة التي نفذها حزب الله على عرب العرامشة وأدت إلى إصابة 14 جنديا بينهم إصابات حريجة تحية إليك ستريمة تحية للمشاهدين جميعا لا شك أنه في الأيام الماضية خاصة في اليومين الماضيين القوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بتصعيد العمليات في لبنان قبل يومين كان هناك عملياتي اغتيال لقادة ميدانيين في المقاومة صباحا وبعض الظهر الإسرائيلي يحاول في الفترة الماضية تكثيف هذا النوع من العمليات تكثيف هذا النوع من الإجراءات العسكرية تجاه المقاومة المقاومة ردت اليوم بتصعيد ورفع وطيرة العمليات رفع وطيرة الاستهداف تم استهداف مركز عسكرية عدد الإصابات التي أعلن عنها الإسرائيلي كبير جدا وكان هناك تسريبات غير مؤكدة عن وجود شخصية عسكرية قيادية كانت موجودة في هذا المكان وقد تكون من ضمن الجرحة أيضا هذه المعلومات لم يتم تأكيدها بشكل كبير ولكن كان هناك حديث من بعض المصادر الإسرائيلية حول الموضوع في الظاهر أن الحزب الله يحاول أن يقول أنه يجب على الإسرائيلي وقف هذا النوع من الاستهدافات إعادة عقارب الساعة إلى الوراء إعادة العمل بقواعد اشتباك واضحة كانت قبل الحرب خلال الحرب كسرت الكثير من القواعد الإسرائيلي تمادى في كسر هذه القواعد فكان على مقاومة الرد والذهاب نحو استهدافات تؤدي إلى إيلام الإسرائيلي ولكن سيد علي ألا يمكن أن يحدث العكس إلى ما يشبه إعادة التوازن في الموضوع هذه الاستهدافات الجديدة والموجعة لجيش الاحتلال ألا يمكن أن يؤدي إلى استمرار كسر هذه القواعد لا شك أن هناك هي معركة مفتوحة الإسرائيلي إذا أردنا أن ننظر بمنظار أوسع هو أمام معضلة معضلة المعركة مع لبنان البقاء فيها مضني والتوسيعها دونه الكلفة الباهظة التي سيدفعها المسألة في العمل مع لبنان المسألة في جبهة المساندة في الحرب في لبنان عملية معضلة معضلة أمام الإسرائيلي مهما فعل بأي طريقة تم التعامل معها لا زالت هناك إشكالية حول الطريقة التي يمكن أن يخرج بها لذلك قد تكون التصعيد بهذا النوع بهذا الشكل قد يؤدي إلى أن يعود الإسرائيلي لقصف وهذا ما فعله يعني قصف اليوم في إبعالبك ليقول أن أمام التصعيد في القدرة نوسع في الجغرافيا وهي معادلات عمل عليها لكن توسيع الاستهدافات الميدانية هي التي كان الرد عليها اليوم وأعتقد أنه في الفترات المقبلة الإسرائيلي وضع هدف أمامه أنه عندما يجد أي قائد ميداني يريد أن يتم تصفيته هذا الموضوع مسار يعمل عليه والمقاومة تحاول أن تحمي قادتها الميدانية قدر الإمكان هي معركة مفتوحة لا أعتقد أنه سيتم توقف هذه العمل ولكن هذه الوتيرة تحتاج إلى آلية عمل قد تكون هذه العملية اليوم إحدى آليات توقيف ما يحصل أو وضع كوابح لعمليات الاستهداف وقد تحتاج المقاومة إلى رفع مستوى لأجل وضع كوابح أخرى لعلها تعود إلى معادلات أن استهداف الشخصية واستهداف القيادات دونهما دونه من استهدافات مباشرة وتوسيع قد يكون قد نذهب إلى توسيع في بعض القدرة أو في الجغراف يعني هذا متروك للعمليات المقاومة لكن لا شك أن البقاء بهذا الشكل وفتح المجال أمام الإسرائيلي لاستهداف استهدافات بهذا المستوى يحتاج إلى حلوة مما تعمل عليه أعتقد المقاومة في عملية حليف الساعات الماضية وهي عملت عليه سابقا هل حزب الله وضع في حساباته أي رد أو ضربة إسرائيلية طبعا على الرد الإيراني على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق وقد تكون الجبهة شمالية من ضمن الهجمات المرتقبة لإسرائيل الإسرائيلي اليوم أمامه معضلة أصلا الرد يعني عندما نتحدث عن معضلات الإسرائيل يوجد كثير من المعضلات في هذه الحرب أصل عملية الرد على الجمهورية الإسلامية على إيران على الرد الإيراني على الخصف القنصلية هو لازال ضمن نقاش نقاش كبير إذا أراد أرنيا رد في إيران فإيران توعدت بالرد الكبير واليوم السيد الرئيسي تحدث عن استهداف المصالح الإيرانية يعني اليوم تخرج من فكرة استهداف إيران إلى استهداف المصالح الإيرانية وهذا ما يؤشر في بعض الأماكن إلى موضوع سوريا استهداف في سوريا أو استهداف في أماكن أخرى أما الرد في لبنان فهو حساباته الرد في لبنان وبالتالي المقاومة معنية أن أي توسيع لأي عملية في لبنان هي بعيدة عن حسابات الرد بين إيران والكيان الإسرائيلي هي تذهب على اعتبار أن هناك هجوم إسرائيلي أو توسيع أو استهداف كبير يحتاج إلى رد المناسب إن كان يحتاج إلى استعراض قوة قدرة شديدة استهداف أماكن جديدة ولكن أي عمل مع لبنان لا يمكن وضعه في سياق المعركة وردود بين إيران والكيان الحرب مع لبنان تستدعي الرد من لبنان بشكل مباشر شكرا جزيلا لك سيد علي أحمد الباحث في الاقتصاد السياسي من بين